أهلاً وسهلاً بكل طلبة أولى سنواني في مادة الأحياء النهاردة هنشرح الفصل الثالث من الباب الأول وأنها هيكون عن التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية وكل التفاعلات الكيميائية التي تحصل في أجسام الكائنات الحية بنخصها في كلمة الأيد أو التمثيل الغذائي فيبع الأيد أو التمثيل الغذائي عبارة عن مجنوعة من التفاعلات البيوكيميائية المستمرة التي تحدث داخل خلايا الكائن الحي ويؤدي توقفها إلى موت الكائن الحي وبتنقسم عمليات الأيد إلى عمليتين عملية الهدم وعملية البناء عملية الهدم هي عبارة عن عملية تكسير الروابط الكيميائية بين زرات الجزيئات لاستخلاص الطاقة الكيميائية المختزنة فيها وعملية البناء هي عملية استخدام الجزيئات البسيطة لبناء مواد أكثر تعقيدا من خلال سلسلة من التفاعلات التي تستعلك الطاقة ومن أمثلة عملية الهدم تحرير الطاقة الناتجة من أجسادة الجلوكوز أثناء عملية التنفس الخلوي ومن الأمثلة على عملية البناء هو بناء البروتينات من الأحماض الأمنية اللي هي عملية البلمرة وبرضه من أمثلة عملية البناء عملية البناء الضوئي والشكل التخطيطي ده بيوضح لنا عمليات الآيد اللي هي الهدم والبناء وأهمية عمليات الآيد هي الأصول على الطاقة اللازمة لكيوم الخلية بالعمليات الحيوية وده من خلال عملية الهدم ونمو الجسم وأصلاح الأنسجة التالفة من خلال عملية البناء ومشارط كل عملية تكسير الرابط الكيميائية بين الجزيئات أن يكون معروفة عنها عملية هدم فمثلا عملية هضم الطعام هي عبارة عن قصر الرابط الكيميائية بين زرات جزيئات المواد الغذائية وده لأن عملية الهضم بتحتاج إلى طاقة عند كسر الرابط الكيميائية ولا ينتج عنها طاقة بينما عملية الهدم هي كسر الرابط الكيميائية بين زرات الجزيئات وإنتاج طاقة نجي بعد كده للإنزيمات والإنزيمات هي عبارة عن عوامل مساعدة حيوية بتتكون من جزيئات بروتينية بتعمل على زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية في الخلية علشان تحصل التفاعلات الكيميائية في الخلية فهي محتاجة إلى طاقة تنشيط عالية علشان تبدأ التفاعل بحيث أن طاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي وللحد من استهلاك الطاقة دي يجب أن يكون هناك محفز النوة الإنزيم علشان نضمن عدوس التفاعل الكيميائي بسرعة والشكل البياني المقابل بيوضح استهلاك أحد التفاعلات البيو كيميائية اللي هي عمليات الأيد للطاقة بحيث أن طاقة التنشيط في وجود الإنزيم بتكون أقل من طاقة التنشيط في قياب الإنزيم وعلشان الإنزيمات تقوم بوظيفتها لابد من توافر وسط ماء سواء كان داخل الخلية أو خارجها علشان كده بيتم تخزين الفكهة والخضروات عن طريق التكفيف لإيقاف عمل الإنزيمات وبالتالي لن يحدث تغييرات كيميائية وبالتالي مش هيحصل تأثير على سلامة الفكهة والخضروات الإنزيمات بتتكون من اتحاد عدد كبير من الأحماض الإيمانية التي تكون سلسلة أو أكثر من عديد الببتيت واللي بتشكل التركيب الفراغي المحدد للإنزيم والإنزيمات بتتميز بأربع خوص أول خاصية هي إنها بتتشابه مع العوامل المساعدة الكيميائية الأخرى وده لأنها بتشارك في التفاعلات الكيميائية في الخلية علشان تزود من سرعتها من غير ما تتأثر أو يتم استهلاكها تاني حاجة الإنزيمات بتمتاز عن العوامل المساعدة الكيميائية الأخرى في إنها زاد درجة عالية من التخصص بحيث إن كل إنزيم بيختص بمادة متفاعلة واحدة والمادة دي بتسمى المادة الهدف أو مادة التفاعل وكمان كل إنزيم بيختص بنوع واحد أو عدد أليل من التفاعلات والخاصية الثالثة هي إن الإنزيمات بتخفض من طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل والخاصية الرابعة والأخيرة هي إن الإنزيمات بتتأثر في عملها بتركيز أيون الهيدروجين اللي أول إن قص الهيدروجيني والاختصاره بي إتش وكمان بتتأثر بدرجة الحرارة والشكل اللي قدامنا ده بيوضح ارتباط مادة التفاعل اللي هي المادة الهدف بالإنزيم فبيتكون مركب وسط غير ثابت اللي هو معقد الإنزيم والمادة الهدف وبعد كده بينتهي التفاعل فبيخرج الإنزيم زي ما هو ونواتج التفاعل وقالية عمل الإنزيم بتعتمد على نظلة الإفل والمفتاح بحيث إن بيتطابق شكل مادة التفاعل مع الإنزيم من خلال ما يسمى بالموقع النشط فبتزداد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة عدد جزيئات مادة التفاعل المرتبطة مع جزيئات الإنزيم لحد ما يصل إلى حالة التشبه والحالة دي بيرتبط فيها كل جزيئات مادة التفاعل بجزيئات الإنزيم وبالتالي يحدث سبات للنشاط الإنزيمي وبالتالي هو ده الشكل البياني اللي بيوضح العلاقة ما بين سرعة التفاعل وتركيز الإنزيم نجي بعد كده العوامل اللي بتأثر على سرعة عمل الإنزيم وهو ما خمس عوامل أول حاجة درجة الحرارة تاني حاجة الأس أو الرقم الهيدروجيني واللي اختصاره بي إتش تالت حاجة تركيز الإنزيم رابع حاجة تركيز المادة الهدف اللي هي مادة التفاعل خامس حاجة مبود المصبطات والمصبطات هي مواد كيميائية بترتبط بالإنزيم وبالتالي بتقلل من نشاطه بشكل مؤقت أو بشكل دائق واللي مطلوب مننا نفهمه من العوامل دي هي درجة الحرارة والأس الهيدروجيني الإنزيمات بتكون حساسة للتغيرات الحرارية لأنها بتتكون بالمواد بروتينية لذلك بيتم تحديد نشاط الإنزيم في مادة ديء من درجات الحرارة مقررة بالتفاعلات الكيميائية العادية بحيث أن بيكون لكل الإنزيم درجة حرارة بيكون عندها أكثر نشاطا بتسمى درجة الحرارة المسلة فلما بترتفع أو بتنخاف الدرجة الحرارة بيقل نشاط الإنزيم تدريجي وبالتالي بيقل نشاط الإنزيم تدريجيا كلما ارتفعت درجة الحرارة عن الدرجة المسلة إلى أن تصل إلى درجة حرارة بيتوقف فيها نشاط الإنزيم تماما بسبب التغير في التركيب الطبيعي للإنزيم ومش بيرجع تاني لنشاطه عند خفض درجة الحرارة المرة تانية وبرضو بيقل نشاط الإنزيم تدريجيا كلما اتخافضت درجة الحرارة عن درجة الحرارة المسلية إلى أن يصل إلى درجة حرارة الدنيا بيكون عندها أقل نشاط الإنزيم وبيتوقف نشاط الإنزيم تماما عند درجة الصف ولكنه بيرجع تاني لنشاطه مرة أخرى عند رافع درجة الحرارة ودي نوطة الاختلاف ما بين انخفاض وارتفاع درجة الحرارة فبتكون درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها نشاط الإنزيم اسمها درجة الحرارة الدنيا ودرجة الحرارة اللي بيظهر عندها أقصى نشاط للإنزيم بيكون اسمها درجة الحرارة المسلة والمدى الحراري لنشاط الإنزيم أو المدى ما بين درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها نشاط الإنزيم اللي هي درجة الحرارة الدنيا ودرجة الحرارة اللي بيتوقف عندها نشاط الإنزيم نيجي بعد كده للأس الهيدروجيني واللي اختصاره pH والأس الهيدروجيني هو عبارة على قياس بيحدد تركيز أيون الهيدروجين في المحلول علشان يحدد اذا كان المحلول الحمضي او قلوي او متعادل اهنا عندنا المحليل بيتم تصنفها حسب درجة القس الهيدروجيني الى 3 انواع محليل قلوية ودي بيكون فيها القس الهيدروجيني اكبر من 7 ومحليل متعادلة وبيكون فيها القس الهيدروجيني بيساوي 7 ومحليل حمضية وبيكون فيها القس الهيدروجيني اقل من 7 وقيم الأس الهيدروجيني للمحاليل بتتراوح ما بين 0 إلى 14 اعتماداً عن تركيز أي يون الهيدروجيني الموجب فيها فلما نيجي نشوف العلاقة ما بين الأس الهيدروجيني ونشاط الإنزيم هللاحظ أن الإنزيمات بتتأثر بتغيير الأس الهيدروجيني وده لأن كل الإنزيمات هي عبارة عن مواد بروتينية بتتكون من أحماض أمينية والأحماض الأمانية بتحتوي على مجموعات كاربوبسين حمضية ومجموعات أمين قاعدية فبيكون لكل إنزيم رقم هيدروجيني مثالي بيعمل عنده الإنزيم بأقصى فاعلية وإذا قل عنه أو ذات فإن نشاط الإنزيم بيقل إلى حد ما يتوقف ومن الأمثلة عندنا إنزيم البيبسين اللي بيعمل في المعدة عند درجة بي اتش حمضية بتتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 وإنزيم التريبسين اللي بيعمل في الأمعاء الضقيقة عند درجة حرارة بي اتش قاعدية بتتراوح ما بين 7.5 إلى 8 وبالتالي نستنتج إن العوامل اللي بتزيد من سرعة التفاعل الإنزيمي هي زيادة تركيز الإنزيم لحد معين وزيادة المادة الهدف اللي هي مادة التفاعل لحد معين ودرجة الحرارة المثالية لعمل الإنزيم ودرجة البي اتش المثالية لعمل الإنزيم وعدم وجود المصبتات وبكده نبقى خلصنا الباب الاول من مادة الاحياء الصف الاول السنوي لو عجبكم الفيديو وتنسوش تغيروا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين اشتركوا في القناة